عادة حركة الشحن بين موانئ العقبة ومحافظات المملكة عبر الطريق الصحراوي بشكل منتظم بحسب ما أكد لرؤية محافظة العقبة خالد الحجاجة محافظة العقبة أوضح أن الموانئ تعمل وبشكل كبير على مناولة الحويات والبضائع والسلع منذ بداية الإضراب وخلال يومين الماضيين تم إخراج أكثر من ثمانية آلاف حاوية وتصف على أرصفة موانئ العقبة اليوم ثلاث مواخر على متنها عدد من السلع والبضائع منها المواشي والسيارات والحبوب وبعد فك إضراب الشاحنات الذي استمر 14 يوما عملت الموانئ الأردنية على إخراج 5000 حاوية من كافة عنماط البضائع إلى مقاصدها النهائية بحسب محافظ العقبة اليوم نحكي عن العودة منذ يومين فأكثر عودة طبيعية لا بل هي فوق الطبيعي لحركة النقل على شوارعنا سواء كان مداخلنا اليوتوم أو من خلال وادي عربة أيضا شهدت الموانئ اليوم ويوم الأمس ازدحام كثيف لسيارات الشحن لنقل البضائع سواء من مين الحاويات وأيضا من الموانئ الرئيسية نقل المركبات نقل المواد الخشب السيارات أيضا المواشي أيضا من الحاويات عادت إلى طبيعتها بل أكثر من الطبيعة يعني يوميا ما يقارب الـ 1500 حاوي يخرج من عندنا كلها مواد غذائية ومواد مبردة بالإضافة أخي العزيز أن الصوامع ولله الحمد منذ اليوم الأول لم تنقطع سلسلة التزويد لهذه المواد سواء كانت الأعلاف للمواشي أو القمح للمطاحن وأيضا مادة الطحين التي كان عليها طلب في الآونة الأخيرة وخاصة محافظات الجنوب كشف مدير العلاقات العامة في شركة العقبة للمطارات عمر صمادي عن موجود مفاوضات مع شركة طيران سويسرية لتشغيل رحلات جوية منخفضة التكليف بين سويسرا والعقبة ويستقبل مطار الملك حسين الدولي بالعقبة الرحلات الجوية وبخاصة منخفضة التكليف بشكل اعتيادي من مختلف الدول الأوروبية فيما استقبل أول رحلة طيران منخفضة التكليف من مدينة وارسو في بولندا واستقبلت مدينة العقبة السياحية أول رحلة طيران منخفض التكاليف قادمة من مدينة صوفيا في بلغاريا في شهر تشرين الثاني من العام الماضي لدعم الحركة السياحية في منطقة المثلث الذهبي العقبة وادي رم البترة والمملكة بشكل عام أعلن وزير السياحة والأثار نيف الفايز عن توجه لإضافة برامج سياحية جديدة للمجتمعات المحلية بعد النجاح الذي حققه برنامج أردن ناجنة للسياحة الداخلية وخلال للقاء جماعه مع الفعاليات السياحية قال الوزير أن البرنامج الجديد سيستفيد منه أبناء المجتمعات المحلية من أصحاب بيوت الضيافة والمشاريع الصغيرة وكشف أن الوزارة تسعى من خلال خطة عملها إلى التغلب على الموسمية بالقطاع السياحي وتحسين الخدمات بالمواقع السياحية وإدارتها ومتابعتها بشكل مستمر وتطوير المنتج السياحي لإطالة مدة إقامة الزائر التي تنعكس إيجابا على المجتمعات المحلية والاقتصاد بهدف التنسيق بين صانعي سياسات ومشغلي الهواتف المتنقلة في إدارة الإستجابة للكوارث ناقص مشاركون في فعاليات برنامج بناء القدرات المتخصصة دور قطاع الاتصالات المتنقلة في التخفيف من آثار الكوارث المشاركون أشاروا إلى تأثير الهواتف في تسريع إيصال المساعدات أثناء وبعد الأزمات الإنسانية من خلال تطوير أدوات ووسائل مرنة من شأنها تعزيز دعم استخدام التكنولوجيا المتنقلة للتخفيف من حدة وأثار الكوارث والأزمات ويناقش المشاركون أحدث الممارسات وسياسات الاتصالات المتنقلة المتبعة في حالات الكوارث والأزمات وقدرتها في إدارة الكوارث والإنذارات والتنبيه المبكر بشكل أفضل فضلا عن تطوير أليات التعاون والشراكة بين المنظمين والحكومات وشركات الاتصالات المتنقلة للحد من تقليل المخاطر في أوقات وقوع الكوارث سنسعى اليوم إلى الاطلاع على أحدث الممارسات وسياسات الاتصال المتنقل المتبعة في حالات الكوارث والأزمات تحقيقا للأثر الإيجابي على جهود الاستجابة وفعاليتها كما يتطلع البرنامج نحو التنبه إلى قدرة الاتصالات المتنقلة في السعي نحو إدارة الكوارث بأفضل طريقة وصنع السياسات والإنذار والتنبيه المبكرين قرابة 15 مليار دولار خسائر الأسهم في بورصة قطر خلال فترة بطولة كأس العالم التي انتهت يوم الأحد الماضي وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة قطر من 185 مليار و300 مليون دولار في يوم انطلاق البطولة في العشرين تشرين الثاني لتغلق عند 170 مليار دولار في الخامس عشر كانون الأول الحالي آخر يوم عمل للبورصة قبل عطلة نهاية الأسبوع والعطلة الرسمية بمناسبة اليوم الوطني لقطر كشف بنك انجلترا عن أول عملات ورقية تحمل صورة الملك تشارز الثالث الذي اعتلى العرش بعد وفاة والدته الملكة اليزابيث الثانية في الثامن من أيلول ستطرح للتداول اعتبارا من منتصف الفين واربعة وعشرين واعلن البنك المركزي البريطاني في بيان أن صورة الملك ستظهر على النماذج الحالية للأوراق النقدية من فئة الخمسة والعشر والعشرين والخمسين جنيها استرلانيا ومن دون أي تعديل آخر في تصميمها وسيستمر تداول الأوراق النقدية التي تحمل صورة اليزابيث الثانية بالتوازي مع النقود الجديدة ولن تسحب من التداول إلا عند تلفها لتقليل الأثر البيئي والمالي أعلنت وزارة الطاقة الروسية إخماد حريق ناجم عن انفجار ووقع في خطأ نبيب لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا في مقاطعة شرقي روسيا ورفضت روسيا قرار وزراء طاقة دول الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لسعر الغاز واعتبره انتهاك لعملية السوق لتعديد الأسعار بحسب المتحدث باسم الكريملين وقرر وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي وبعد مفاوضات استمرت 14 شهر تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي عند 180 يورو للميجاوات ساعة واتخاذ إجراءات للتخفيف من وطد شح موارد الطاقة وعقد اتفاقيات مشتركة لشراء الغاز وتم تداول الغاز الطبيعي على إثر القرار دون 112 يورو الميجاوات ساعة بعد أن بلغ نحو 340 يورو للميجاوات ساعة في الصيف الماضي ممكن صندوق النقد الدولي أوكرانيا التي تحتاج أكثر من 40 مليار دولار هذا العام من تلقي أموال من المانحين بالمصادقة على خطة لمراقبة البرنامج الاقتصادي لأوكرانيا وجاء في بيان للصندوق أن الخطة تهدف إلى مساعدة أوكرانيا في الحفاظ على الاستقرار وتحفيز تمويل المانحين وسط احتياجات مالية كبرى ومخاطر كبرى واستثمائية وهذا يتطلب من السلطات الأوكرانية الالتزام بإصلاحات اقتصادية ومالية تتعلق بتحصيل الضرائب وشفافية واستقلالية المصرف المركزي ولدى سلطات الأوكرانية مهلة أربعة أشهر لإثبات تحقيق تقدم على صعيد خطة مراقبة البرنامج بمشاركة مجلس إدارة الصندوق وفق البيانة